عبر قداسة البابا فرنسيس عن قربه من جميع الذين يعانون من الحروب من الفلسطينيين والإسرائيليين وقال قداسته بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي إنه يعانقهم في هذه اللحظة المظلمة ويصلي كثيرا من أجلهم وأضاف كفى لتتوقف الأسلحة فهي لا تقود أبدا إلى السلام بل تزيد من التساع النزاعي وتابع البابا فرنسيس وفي غزة لتتم مساعدة الجرحة وحماية المدنيين ووصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى السكان المنهكين فورا وليتم الإفراج عن الرهائن ومن بينهم العديد من المسنين والأطفال وأشار الحبر الأعظم إلى أن كل إنسان أكان مسيحيا أم مسلما أم يهوديا أم من أي شعب وديانة هو مقدس وثمين في عيني الله وله الحق في العيش بسلام فلا نفقدنا الرجاء ولنصلي ونعمل بلا كلل كي يتغلب حس الإنسانية على قساوة القلوب على صعيد آخر أعلن الكرسي الرسولي في الفاتيكان برنامج زيارة الحبر الأعظم إلى دبي والتي ستبدأ من الأول وحتى الثالث من شهر كانون الأول المقبل حيث سيشارك قداسته في المؤتمر العالمي لقادة الأديان الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة ويشارك به فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والعديد من رؤساء الدول وممثل الأديان في العالم وجاء في البرنامج أن قداست البابا فرانسيس سيتوجه في اليوم التالي لوصوله دبي إلى مدينة الأكسبو لفتتاح جناح الأديان